كنتم معاك يا جماعة صح كده؟ ماشي احنا هنقدر نعملceive table ده , ماهو احنا هنيجين هنا وندوس insert وهنعمل copy ونجيب مثلا ب احنا قلنا مثلا نعمل مثلا بالcolor لهو مثلا نجيب color اهو ونحط color هنا كمان يجيب لنا عدد العربيات اللي هي بالcolor. تمام كده؟ ده اللي احنا خدناها المره الفات صح? يا جماعة. بصوا. اه اللي احنا بقى عايزين نزود عليه بقى حاجة جديدة بقى. اللي احنا نعمل ايه? نعمل هنا. وهتيجي هنا بقى يحصل البفوت تشارت والتشارت والكلام ده كل. اللي احنا نقدر نعمل ازاي نقدر نعمل بطريقة واحترافية شوية. شايفين دي. اه دي مسلا التشارت مسلا. اه كل علينا اللي احنا هندوس عليها كده. ويطلع علينا التشارت هي كلها. التشارت دي يا جماعة اللي هي الاحصائية او البيانات الاحصائية. اه دي مسلا الاشكال اللي بتطلع في التشارت اه لو انت مسلا عايزها بالشكل ده لو ان بالشكل ده وها كزا. بس انا شايف مسلا الشكل ده بافضل. اللي هو اهو. الشكل ده. انتوا معي صح? هنيجي نعمل كده. هلو? انتوا لو انتوا معي. مع خضرتك. اهو. اهو المنزر اهو. اهو. هنيجي نعمل كده اهو. وهنيجي نعمل الديزاين. اهو. ده ديزاين. اللي نقدر نيجي نغير به الاشكال اهي. مسلا الشكل ده ده اهو شايفين حتى بيزهر عليه كلام. اهو. وهكزا. اهو مسلا. مسلا زي اه كده مسلا. اهو. ده الشكل اللي موجود فيه التشارت. تمام? تقدروا ان انتوا تعملوا اشكال معينة بيه. وكمان بقى تقدروا ان انتوا اه هقول لكم بقى الحاجة جديدة هتعمل معكم. الموضاها يبقى حلو جدا معكم اهو. ده ديزاين. وكمان لو انت عايز مسلا تحط اه اه من غير مسلا بصوا دي اسمها توتال. لو انت عايز تشيل الدي تبقى من غير من غير توتال. لو انت عايز تضيز داتا ليبل او حاجة زي كده. اهو. مسلا نخليها بالشكل ده مسلا او. اهو. داتا ليبل. بستفت. لا مش عايزين بستفت. نخليها بالمنزر ده. اهو داتا تخليها في الاوتسايد. الاوتسايد يعني الشكل ده كده جمعنا. هو ايه هتبقى الاشكال هتبقى من منزر ده كده ونقد نعدل فيه الشكل. اه وكمان لو في بيقول لك مور داتا ليبل سريس نيم و اه مثلا فاليو. لو انت عايز مثلا الفاليو تبقى افضل. اه انتوا معي صح? يعني عشان لو انتوا في حاجة واعت منكم ياريد تقولولي علشان احنا كده كده بنحاول احنا ايه اه اه نساعد با ايه طريقة اهو. اهو دي الاشكال اللي هو اللي انت عايزين تعملوها. دي اللي هي اه اه العربيات. العربيات اه اه من بالالوان. لا او اكتر لون مبيعا اكتر لون مبيعا. اكتر لون مبيعا في العربيات. صح كده? ده تبقى افضل بكتير قوي اللي احنا مقسمين العربيات عن طريق الالوان. وكمان لو احنا نقدر مسلا نغير في الاتشارت دي. اه اه. اهو مسلا نخلي. اه. يعني بصوا كمان استحواز الالوان على الحاجة. يعني مسلا بيقول لك اللون البلاك ده اكتر لون مستحوز على الالوان. اه لو احنا وسعنا دي اكتر شوية. هيقول لك مسلا اللون البرونز وااخد اربعة في المية. اللون الوايت وااخد اكتر من كده. واه كزا. اه دي استحواز لالوان. لو احنا مسلا جينا هنا كمان. وجينا مسلا نختار عن طريق اه اه الريجن. ايه اكتر عربيات بتتعامل في المناطق دي. او بتنزل في المناطق دي. هنروح دايسين nucleos. وهنختار هنا كده. هننزيلها هنا كده. اه. وهنيجي عند الريجن. وهنيجي عند العربيات. نخطها هنا. عشان يقول لك عدد العربيون وهنيجي هنا في اي حتة في الجدول ده وندوس insert وهنختار المسلا وليكن المسلا الشكل ده مثلا او الشكل ده الشكل ده كويس هنروح دايسين هنا كدك اهو وهنيجي عاملين دي كده اهي بالمنظر ده وهنسحبها تحت كده جنبيهم اللي هو ايه تبقى جنبها تمام وهنيجي نعمل الديزاين نختار من الديزاين مسلا الشكل بتاعه لو مسلا ايه نيجي ندوس هنا كده ممكن ندوس مسلا الشكل ده اه الشكل ده ده مسلا ده كده كويس وهنختار مسلا ال الالوان الالوان اهي مسلا ونختار هنا كمان تبقى دي كده دي اكتر العربيات مبيعا اه على حسب المناطق على حسب المنطقة المنطقة اللي هي ايه يعني مسلا الرياض فيها ستة عشرين عربية اتبعت فيها اه اه قاسم دي عربية واحد مكة عربية واحد جدة خمس عربية الدمام خمس عشر عربية المدينة عربية انتوا فاهمين كده صح كده هلو تمام اذكر محبا تمام انتوا كده معي يعني في اللقطة دي كده شوية اه مسلا نقدر ما نعمل ايه تاني 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 اه اكتر عربيات مبيعا من خلال البرايس هنيجي ندوس مسلا انسيرت وانيجي ندوس بفت تابل وهنحط برضو البفت تابل هنا كده في الحتة دي كده وهندوس اوكي هنجيب التابل وهنجيب البرايس بتاعها اهو فبيقولك مسلا ايه لا نجيب افريج البرايس اهو افريج بص يا جمال دي اكتر عربيات مبيعا من خلال الفلوس بتاعتها هنروح امليه النومبر ده ونخليه لايه لكده اهو يعني مسلا اسطن مارتن بنتلي الكلام ده كل فاحنا هنروح حاملين برضو نقف على اي حاجة في الجدول ده كده وندوس انسيرت وندوس وندوس ريكممندد تشارت ونختار مثلا تشارت جديدة مثلا جي مثلا ايه ايه نختار مثلا دي بس في حاجات تانية في برشة دي دي حاجات كتيرة اول ما انهاش علاقة ممكن نخليها البار دي البار هنخليها بالمنظر ده كده تمام وهنروح جايين البار ده هنا كده نقل دي كده شوية ونسحب دي كده عليها ونحط دي كده اهي اهي ونسحب دي كده لاخلي ونختار مثلا من الديزاين اه اشكال مثلا جديدة زي اه الشكل اه احنا عايزين حاجة فيها ارقام برضو اهي ده الشكل وبعد كده نعمل ايه تاني باليو فيلتر طب تن لا اه هنعمل دي كده ونخلي نعايزين نخلي اللون بتاعها لون مختلف نخلي هنا دي كده نخلي اللون ده كده بالبرتواني ولكن عايزين إنوا هلا معايزين تغيروا الالوانات بتاعت دي كل الاليكم انو تدوسوا على اي واحدة من دولك كده هيعلم لك عليهم كلهم punch وتيجي هنا تختار الالوانات يعني مثلا تحب يهنا 200 اللون ده الاصفر اللون مثلا ده لا استطيعل الكدد فهنا ماهو لون مش Avengers كل من tratانية هنو مش عارضا مل privile هلو ماشا اي حاجة ادخلت متأخر بس ممكن عارف هو يعني الشرط دي بنقنا على ايه يعني اتعاملت بالنسب دي او او حاضر 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 بص اقول لك على حاجة احنا المرة اللي فاتت كنا عاملين اا البيفت تيبل البيفت تيبل ده كنا بنتكلم عن البيفت تيبل وازاي بنشرح البيفت تيبل عن طريق فهنيجي نعمل الاخر مرة البيفت تيبل ده بص هنيجي هنا اه انت معي انت مين اللي معي عشان بس ابقى عارف انا بكلم مع مين احمد بص يا بص اقول لك على حاجة البيفت تيبل ده ده حاجة بتلخص بتلخص الداتا كلها فاحنا دي عمناها الحصة اللي فاتت او المحاضرة اللي فاتت فالمحاضرة دي بيقول لك ايه بعد ما تطلع بقى الاركام واتطلع الناتج وكل حاجة ازاي بقى تعرضهم على مديرك بطريقة اشيك فهم قصدي كده بيت اوضح ايه ازاي تعرضهم على مديرك بطريقة اشيك شوية وان انت ازاي بتطلق احصائيات اهي دي الاحصائيات بتاعتك فاحنا مسلا ممكن نعمل مسلا احصائية عن طريق ايه مسلا ايه نفكر كده معي مسلا نفكر في ايه نعمل عن طريق السنين هنا فيه كم سنة هنا فيه 1990 2012 2013 ممكن مسلا نعمل عن نعمل على السنين كلها هنروح وقفين هنا يا حمد في ايه حتة في الجدول ده واندوس كلمة insert اهيه هيقولك بيفل تيب يقولك انت عايز تعملها في New Worksheet زي دولك كده يعني تعملهم في New ولا تعملوا exist انا اقول لها هنا انا عايز احطه في exist هنا في الحتة دي كده في الحتة دي كده كده هو ظهر لي الجدول هون فالجدول بيقول لي ايه بيقول لي السنة السنة فين السنة 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 فين السنة سنة 1990 وهكذا يقول لك العربيات سحبت العربيات سيقول لك في كل سنة سنة 2020 عربية اسمها عملت منها 13 عربية في سنة 2020 وأربع عربيات في 21 فهم قصدي المرسيلي سيتعمل منها ثلاث عربيات في 2017 وعربيتين في 2020 فهم قصدي هنيجي نقف هنا برضو نعمل وهنا بقى يظهر بقى أشكالين أشكال نختار بقى الأشكال بتاعتنا يعني مثلا تحب لون مثلا زي ده مثلا اريا اريا لا احنا بقى نقود نتفرج يعني مثلا ممكن تعملها بالشكل ده مثلا هنجرب الاريا دي مثلا بس الاريا دي مثلا احنا ممكن نعملها بطريقة للأسف هنقدر نخليها برضو بالشكل ده كده برضو لا بالشكل ده اهي وهنخليها كده هقولك الشكل ده يظبط ايه دلوقتي اهو هنخلي دي كده هنا كده وهنخليها بالمنظر ده كده بص كده باب بيقولك ايه بيقولك احنا برضو لا عايزين نخليها بشكل افضل شوية عشان بادام السنة الوحدة فيها اكتر من شكل اهو هي للأسف السنة الوحدة فيها اكتر من شكل فلو احنا احنا عايز بس اخليها اعين سنة تسعمائة وتسعين سنة الفين وتناشر سنة 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 لا انا عايز اخليها بشكل مختلف شوية او نخليهم كلهم عبارة عن اه يعني مثلا دي 2021 اهي ونخلي دي 2020 اهي ونخلي 2019 اهي ونخلي 2019 اهي ونخلي 2013 اهي ونخلي 2013 اهي تعالا بقى نشوف بقى ايه اللي هيحصل هنا الاول ما مجرد من مجرد ما نعملها ايه بزبط ايه بص ايه بيقولك مثلا ايه في سنة 2019 بيقولك البرتقاني ده سنة 2019 بيقولك سنة 2019 في عربية عمل اتناشر 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 عربية في سنة 2019 وفي سنة الاصفر ده بقى او عشرين وواحد وعشرين في سنة عشرين وواحد وعشرين مرسيدس عملت خمس عربيات خمس عربيات اهي ومرسيدس تانية اه برضو في عشرين وواحد وعشرين عملت واحدة هنا هيبص انت لما تيجي تختار الالوانات دي بتختارها هنا عن طريق دول بس ده المثال ده ممكن ما يبقاش قوي قوي لان المثال ده هيلغبط الناس شوية فاحنا ممكن نمسح المثال ده كده ونمسح ديه كده انت كده فهمت الفكرة عاملة ازاي يا احمد شكرا 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 انت عابت حضرتك ونون بص ده كده الشكل احنا هنشوفه هاكد العربيات الاكثر مبيعا اه دي بقى اكثر اكثر العربيات من حيث السعر كده الكلام بقى واضح كده صح كده يا جماع او كده بقى الكلام بقى واضح اكثر العربيات مبيعا حسب المنطقة اكثر اكثر لون مبيعا في العربيات اكثر العربيات من اكثر العربيات مبيعا 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 من حيث السعر كده الكلام كده واضح يا جماع بص المحاضرة دي هتبقى خفيفة جدا دي كده احنا خلصنا الموضات ده كله فنيجي بقى عند حاجة اخيرة خالص حاجة اخيرة خالص ده اللي هنقفل بها كل حاجة اللي احنا نعمل حاجة اسمها سلايدر سلايسر اهي هندوس كلمة سلايسر تمام؟ يقولي هقولك السلايسر دي فكرتها ايه السلايسر دي فكرتها ان انت تفلتر على الحاجة بيعني انت الشكل هو طب ثلاث كان ايه انت الفرد انا ليس بالتر هنا سانة فلاتر فهنا الاخرام فما بيش اery وработ الريجن مثلا وندوس مثلا الميك مثلا هندوس اوكي كده يظهر لي ثلاث حاجات اهو هقولك الفكرة بتاعتهم دلوقتي اهو واهو واهو تمام؟ ولازم عشان تعملها لازم تعمل ان انت تربط تعملهم كلهم ببعض اهو اهو وتربطهم كلهم ببعض بصوا بقى ايه الفرق اللي انا عمله دلوقتي وليكن انا اخترت سنة 2013 بصوا اقول لي اي حسن بصوا يا جماعة سنة 2013 اول ما اخترت سنة 2013 بصوا اقول لي حسن قال لي سنة 2013 اكتر المبيعات المبيع لحسب المنطقة اتباع فيها في المنطقة دي اتنين عربيتين في الدمام وعربيتين في الرياضة اكتر اكتر لون اتباع في 2013 كان 25% منه اه ابيض و 25% منه الوان مختلفة و 25% منه اسود اكتر المبيعات على حسب السعر اتباع منها في الاندروفر 400000 جنيه يعني اكتر هنبتدي اهو وهعمل شير سكرين بصوا يا جماعة كده اه والله انتو لو فعلا الموضوع هفيتكو كتير اول بصوا كده في الموضوع اللي انا عملته دلوقتي انا اخترت انتو شايفين انتو كده حد معي يعني خلي بس حد معي بس يتكلم معي مثلا يا احمد اه اه مارين اه شاكل خليكو بس معي بس اللحظة اه بصوا ده الشكل المبدئي بتاعنا ده الشكل اللي احنا ابتدينا به خلاص لما نجي نختار مثلا على فكرة يا جماعة فكرة اللي سلايسر دي فكرة حلوة جدا وعد فاسكو كتير جدا بصوا لما نيجي بمجرد ما هاجي كلمة ادوس على 2019 بصوا اوما ادوس على 2019 ايه احصل سنة 2019 ايه اللي حصل فيها ممكن حد يشرح لي حد معي ولا بصوا جماعة سنة 2019 ايه اللي حصل فيها اللي حصل فيها ان اكتر العربيات مبيعاتهم منطقة كان الرياض الرياض بعد اتباع فيها عشر عربيات وقاسم وجدة والدمام اتباع فيهم ثلاث عربيات اكتر لون اتباع فيها كان اللون الاسود واللون الابيض اتباع فيها اتباع فيها قليلا احنا ممكن نخلي اللون الاسود والدولار ان هما يقلنا على كامة عربية كامة عربية اتباعت يعني ممكن نعمل كده ونقول على مور ونختار اكتر الفاليو بالزبط احنا عايزين الفاليو مش عايزين البرزنتج بزبط كده انا عايز الفاليو اه لا مش عايز الفاليو كي انا عايز بس كده بس انا عايز دي كده بص يا جماعة ايلا حصل هنا هوا قال لي اكتر لون العربيات مبيعة في العربيات البلاك اتباع منه 8 عربيات البرونز اتباع منه عربية واحدة الويت اتباع منه 6 عربيات عربية الاندروفر اتباعت فيها برقم 437 ألف جنيه وهكذا طب لو انا اخترت مثلا كلمة مارسيديس بصي الله يحصل قالك مارسيديس طب نفك الفلتر ده خالص ونفك الفلتر ده خالص ونختار عربية من ضمن العربيات زي مثلا بي ام دابليو بي ام دابليو اتباعت في الدمام ومكة وقاسم وقاسم واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا اه اكتر حاجة اتباعت فيها عربيتين باللون الابيض وعربية لونها اويلي اويلي يعني زيتي واتباعت في سنة 2019 و2020 برقم يعني ممكن كمان ممكن ما نرقم اكتر فيها يعني مثلا نخلي 2019 اتباعت في 2019 بربعمية وعشر تلاف طب وعشرين 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 بربعمية سبعة وخمسين ألف فاهمين قصدي؟ طب لو انا فكت الفلتر ده خالص وفكت الفلتر ده خالص فاهمين يا جماعة الكلمة دي؟ فاهمين او لا؟ او طبعا انا فاهم ايو ده الشكل ده الشكل ايه 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 بص يا جماعة ده الشكل ده الشكل ده الشكل ده شكل سليسر ده شكل الداتا عندك تعرف تشرحها ازاي لمديرك ده اللي تقدر تعمله مثلا تقدر تقول مثلا ايه انا عايز مثلا اختار كلمة المدينة مثلا المدينة مثلا ما بيبعش فيها غير عربية اسمها الاجزاز طب نختار مثلا جدة جدة تبع فيها ثلاث عربيات اه ثلاثة بلاك واثنين ابيض طب الرياض الرياض نفس النظام طب لو انا فكيت الفلتر ده كله رجع زي ما هو بس كده على فكرة المحاضرة بتاعته النهاردة كانت محاضرة بسيطة جدا لانا اعرف اشرح لكم ازاي تعرف تطلع الداتا في شكل داتا مرئية عارفين حاجة اسمها داتا فيجولايزيشن يعني داتا مرئية ان انتو تقدروا تخلوا المدير بتاعكو او الناس ان انت عايزين تشرح لهم حاجة يبقى شكلها شيك شوية بس كده ده اللي انا حبيت اقوله لكم وانا يعني لو في اي حد عنده اي استفسار في اي حاجة في الاكسل اي حاجة اي حاجة معنا اي حاجة انا تختبرو فيه يا دكتور معلش او انا لو اشتغل الشغل ده هلاقي الداتا دي جاهزة او انا يعني اشتغل فيها او انا اعمل الداتا دي كوب لها او انا اشتغل الشغل ده اصلا في اي بالزبط او يعني المجال اللي هيحتاج الشغل اللي حبيت اتعامه بص يا حبيت اقولك على حاجة الداتا دي الداتا دي بتبقى في الشركة اللي انت رايح تشتغلها او في المحل او في المعرض انت اصلي اي حبيت 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 ا كام تشيرت وكام بانطلون ومأساتهم ايه و ايه اكتر حاجة باعت و ايه اكتر لونة باعة فاهم قصدي اوه طبعا بالضبط انت ده مش حسابات الحسابات ما بيعملوش الشغل ده طب مين اللي بيعمل الشغل ده بالضبط ايه حاجة اسمها شغل اوبريشن اوبريشن بص يا زمان كنت انت ممكن تسمع عن ايه مثلا اللي مشهورين مثلا في الشغل مهندس محاسب اه دكتور اه مدرس اه ده اللي انت بتسمع عنه بالضبط لكن فيه ظهر دلواتي في داتا كتيرا ظهر مثلا حاجة اسمها data analysis data analysis انا تديل لنا شغل data analysis تديل لنا محل البيانات انا واحد بامسك ال data كده و او احلل فيها ال data تفهم قصديم؟ واحد اسمه واحد مثلا اسمه digital marketing digital marketing ده ده الراجل اللي بيسوق شغلك يعني انت مثلا وليه كن عندك product معين او مثلا عندك هدوم مثلا او حاجة بس انت مش عارف تسوقها عن نت فانت بتجيب واحد اسمه digital marketing تديره فلوس تقول لو سمحت انا عايزك تعمل لي اعلانات وتنزلها لي على الانترنت وعلى جروبات ومعرفش ايه عايز الناس تيجي تشتري من عندي اه تمام او انا فاهم ده كله طب حرارك انا انا معلاش سؤال برا ل بس انا انا فريش جريد حاليا تقول ليه؟ السنة دي انا انا لسه فريش جريد السنة دي يعني متخرج السنة دي كويس كويس فا يعني ابدأ ازاي بقى يعني او اعمل ايه المفروض؟ بص اقول لك على حاجة انا انا هقولك اللي حصل ايه انا لما انا خرجت من الجيش وخلصت بقى ولسه بخلص الجيش بقى ولسه تاصر قدمت في شغل اه اول ما قدمت فيه اي شغل يا جماعة نسبة 80-90% لو انت بتقدم في اي شركة بيشغلك على ال اكسل يعني بيبقى نسبة شغلك بنسبة كبيرة هتتعلم على ال اكسل تمام؟ فانت بمجرد يا احمد لو دخلت ايه لشركة وتعملت على ال اكسل لازم تبقى اشتر من الناس اللي موجودة معاك في المكتب لازم ولابد وحتما اولا ما تتكبرش فيها اكسل ما تتكبرش على حد اسمع المعلومات واسأل اي حد مدام انت محتاج المعلومات ثانيا خش على اليوتيوب ثالثا العبدالله معاك الجروب اللي اسمعوني كويس يا مريم يا اميرة يا سمية يا شاكر اسمعوني كلكم الجروب بتاعنا ده محدش يمسحوا من عنده الجروب ده اسمه اكسل بعد فترة ربنا كرامكم واشتغلته او لو حد شغال او لو حد مثلا ربنا كرامو واشتغل مثلا في حتة الاكسل يفتكر ان فيه جروب عنده على الواتساب اسمه اكسل بمجرد ان يخش يعمل سيرش ويكتب اكسل هيلقيني معاك اي حاجة توقف في الاكسل ايا كانت هي ايه بعون الله بلاحا لحد ما انتو تشدوا نفسوكم كده وتقدروا تجروا معا نفسيكم لحديكم تمام شكرا لحضرتك والله دكري انا تحت امركم في اي شيء يا جماعة محدش يخرب من الجروب الجروب كده كده هيتنسي بعد فترة ومحدش هيركس فيه والجروبات هتبقى كتيرة والكلام هيبقى كتير حاضر يا مريم يا رجالك والجروبات هتبقى كتيرة والكلام هيبقى كتير بس ما تنساش ان انت لو عندك اي مشكلة والله قدر الله انا لحد الان في ناس انا كنت مديهم كورسات اولي سنة والليتهم بيسألوني برده على حاجات تانية حضر يا جديد اوبلاين والله اوبلاين لا ما جربتش بسراحة يعني ما جربتها بس مفيش غير مكتبة لو تسمعوا عن مكتبة مصر العامة حد يعرفها او او انا اسمعت عامة كتير مكتبات مصر العامة دي جنبي بيتي بالزبط يعني انا من عندي اللي عندها حوالي خمس داعي فبدأ كورس كده لناس برضو زيكم كده شباب اللي هما لسه متخرجين جديد وكده ولسه في الجامعة فعايزين ان هما يشدوا حلم شوية بس او يا مريم انت رفع ايدك لو عايزة تساعد او انا كنت عايزة اعرف لو انا عاملة اللي هو الشكل المقارنات اللي احنا عامينه او الجاد وال او اللي هي الشكل الاحصائي ده انا لو عايزة انا ازده بحيس ان انا كورقة ااخدها اتبعها لانها ورقة بالشكل البياني ده عامل ايه الخطوات العاملة هتدوسي هنا كده print file اين فايل اهي فايل print الشكل اهو خلاص بس الشكل ده بصي متأسر على ثلاث ورقات لو تلاحظي واحد اه اسمها بالعارض فتروح عاملة ايه هتروحي جاية هنا بتعمليه الاند اسكيب هتبقى الورقة عريضة هتبقى برضو لسه برضو لسه في حتة هي متأكلة هتبقى هتروحي جاية هنا no scaling دي وتخلي fit all column in one page اهي لو دوست على دي كده هتخليه من منظر ده كده تمام تمام هي ده الشكل اللي هينزلك في البرينتر يعني في الشكل في الصورة تمام وكان فيه سؤال تاني برضو بس خرج الاكسل ال data analysis دي فيها كزا حاجة فيها تحليل البيانات يعني فيه برمجة فيه برمجة بقى مبرمجين اللي هو يعملك دي بقى الناس بقى يندي ناس متقدمة جدا يعني يا رب الواحد يوصل لهم يعني اللي هم يعرفوا اكتر من لغة برمجة وبايسون وحاجات زي كده وانا تعلمت شوية بايسون يعني البرمجة اسمها بايسون اللي انا بس عايز اوصلهولي ان ال data analysis الحاجة الوحيدة اللي انت تقدر تستخدميها كحاجة تساعدك في الشغل هو ال اكسل ال اكسل يا اميرة ده اللي هيخليك تجري مع الناس كتير جدا طبعا طبعا ال data analysis دي بتفرق في حتة مثلا الدماغ كمان مثلا يعني مثلا لازم تبقى دماغك مع الوقت تبقى صحية يعني مثلا يقولك مثلا مديرك مثلا يقولك مثلا بص كده على ال data دي فال data دي يقولك طلعيلي منها شوية بيانات فانتي تروحي المسكة كده اه طب احنا مثلا ممكن نطلع على حسب اللون طب نطلع على حسب السنة طب اللي تبع في السنة خلال معرفش ايه طب ايه اللي عمل ايه في خلال ايه وهكذا وهو طبعا هيساعدك ما هو اكيد يعني مش هتشتغل في مكان اه وهيروح رميك في الوحر هتفهم قصدي؟ تمام تمام بس كده هل في اجمع؟ يعني نقدر نقول ال data lines معتمد اكتر على المبرمجين مش معتمد على المبرمجين انا مش مبرمج بس في نفس الوقت انا بقى فيدي الناس يعني تقدر تستفيدي من ال data analysis دي كتير جدا 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 فهم انت تتخيالي عن طريق الاكسل بس يعني تفهمي الاكسل وتفهمي شغل الاكسل كويس قوي والدنيا تجري معاك لوحدها تمام شكرا شكرا حدا جماعة عندو اي سؤال تاني؟ هلو؟ عملت صفحة الفلتر اللي هي داعة الميكولير ويجن بي عملتها زي اسمها slicer بص اقولك على حاج انت بمجرد شك بمجرد ما بتعمل ال اكسل شيت مسلا انت عملت مسلا هنا وعملت بفتابل عملت اي بفتابل مسلا شكرا ال بفتابل بيجري ببطء الاكسل او عملت بفتابل اهو او نخليها مسلا في اكسل شيت اهولا وعملت مسلا او في حد بكتب حاجة معي؟ احمد ميش بص يا سميه بتلعلك بس خليني بس موسط كده بص اقولك على حاجة وبمجرد ما نعمل مسلا انسرته مثلا زي اه الميك مسلا اهو خلي مسلا اهو معايا كده احمد معايا كده شاكر اصلي شاكر ماشي اوكي الانترنتي بص هيروح ويجي اعلى طول هلو ايوه كده معايا كده شاكر صح بص بص بمجرد هتيجي هنا كده انت عملت البيفتابل صح صح تمام هتيجي هنا في حاجة اسمها في البيفتابل اناليز دي اناليز دي هتلاقي في حاجة اسمها انسرت سلايسر ايوه هندوس عليها اهو وهندوس على ميك او نختار مثلا الير اهي مثلا الير اهيه هتلاقي زهارة الايدي لو انت مثلا اختارت 2013 بص بيقولك دي العربيات اللي بقى 2013 لو انت اختارت 2019 دي العربيات اللي بتنفيدي 19 لو انت اختارت 20 دي العربيات الفجين بص كل ما تختار كل ما تلقي العربات بتختلف خاين ايوه ايوه دي الاسليسر التبسل من مجرد ما تعرف يعني هيها الاسليسر هتلاقي الدنيا كلها جيت معك اوه بلا جزي خيلا حبيبي تغطر هاتانه جمعت محتاج اي حاجة يسأل فيها شباب كده انا خواصت اتمنى انكم تستفيدوا اتمنى انكم اي حاجة تخص الاكسلا تحت امركم انا من الناس اللي بحب اساعد على فكرة انا من الناس اللي بحب اساعد الناس شكرا جدا لكم جماعة والله دوك تر تشرفنا بحضرتك وتعبناك واستفدنا كتير وحركش اخصام حرمة وفو الوصف والله لعزيزي جابريا انا فعلا مبسوط جدا والله الا انا عادت معكم وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله في سؤال عمل وربنا يكرمكم ان شاء الله في شغلكم وان شاء الله تستفيدوا كتير واي حاجة انا تحت امركم فيها وشكرا جدا لكم يا جماعة وما تنساش تعمل لايك وتشترك معنا في القناة اعطلو الجوب لدي بحب اقولها ماشي يا جماعة شكرا جدا ليهم شكرا جدا ليهم شكرا جدا ليهم شكرا الله خط دارك